الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد في مخالفات كتلة تحصل في الصلاة منها ما يؤدي إلى بطلان الصلاة ومنها ما لا يؤدي إلى بطلان الصلاة وفي مخالفات كتلة تحصل في الصلاة في بعض المخالفات تبطل الصلاة وبعض المخالفات هذه لا تبطل الصلاة من ضمن المخالفات تحصل في الصلاة سبق الإمام إلى السجود إنسان يجي يسجد قبل الإمام هذه المخالفة طبعا مخالفة هو الإمام جعل لماذا جعل الإمام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا رتع فركعه فإذا سجد فسجده فإذا قام إلى آخر الحديث فأنت إزاي هو أمامك وتسبقه للسجود فهذه مخالفة فهذه مخالفة لكن هل تؤدي إلى بطلان الصلاة والله هذه إنسان على خطر يحضر من ذلك لأنه لأن من قال من سبق الإمام إلى في الركوع والسجود فالصلاة بطلة والجمهور على أنه لا تبطل ولكن كره له ذلك يبقى سبق الإمام للسجود مخالفة يفعلها كثير من الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية أيضا من المخالفات اللي بتحصل في الصلاة إن الإنسان لا يسجد على سبعة أعضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرته أن أسجد على سبعة أعضاء الوجه والوجه يشمل الأنف والجبعة خلاص واليدي كده تلاتة طبعا الوجه والأنف والوجه والجبعة دول واحد واليدي كده تلاتة والربتين كده خمسة وأطراف الأصابع القدمين كده سبعة الإنسان لو ترك واحدة من هؤلاء بطلة صلاة لأنه يقول أمرته في بعض الناس عزاكم الله ممكن هم ساجد يحط رجل على رجل وساجد كده طبعا لا ده كده أصبح لا يسجد على سبعة أعضاء إنما أصبح لأنه وساجد على ستة وبالتالي الصلاة الصلاة ركض من أركان الصلاة حق يعني هو راكع يطمئن راكع وساجد يطمئن ساجد هو واخف يطمئن قائما لا يسرق في صلاة لأنه سؤال النبي أذرون أي ناس أشدوا سرقة أو أسوأ الناس سرقة الذي يسرقوا في صلاته فالصحابة متعجبين كيف يسرق الرجل يرى أصول الله في صلاته قال لا يتم ركوعه ولا سجوده وشغال زي الماكن يطالع كده ونزر هذا خاسر ورب محمد خاسر هو يضحك على من هل يضحك على نفسه أم يضحك على ربي عيازا بالله فعدم الطمئنينة توبط للصلاة الأعراب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس في المسكن وصلى وجاء للنبي سلم عليه قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي رجع صلاة مرة واثنين وثلاثة والنبي كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو الصحابة ترك ركنه ترك ركن القيام ترك ركن الطمئنينة في الصلاة ترك ركن الطمئنينة في الصلاة والتالي الصلاة صارت باطل لنبي أرجع فصلي فإنك لم تصلي فالإنسان يعطي كل ركن كان الصلاة حق إذا كان واقفا قرأ الفاتحة بهدوء ويستشعر معنى الآيات فإذا ركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم السباح بدوس رب الملائكة والروح فإذا قام ربي مثلا من ركوع سمع الله ومن حمد ربنا حمد كثيرا ساجد أسكر السجود إلى غير ذلك يبقى لو ترك الطمانين يبطل كما في قصة الأعرابي الذي جاءه النبي في المسكة أيضا من المخالفات قراءة القرآن في السجود ساجد يقرأ قرآن لا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث وهو حديث صحيح يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقرأوا القرآن في ركوعكم ولا سجودكم أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أما السجود فأكسروا من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم أو أن رب يستجيب وأن تساجد لأنه أقرب ما يكون عبد من ربي ووساك طيب لك لو إنسان جاء في سجود مثلا دعا فقال ربها أنا هب لنا من أزواجنا وزريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام أو قال أي دعاء أي آية في القرآن بس قالها على سبيل الدعاء على سبيل الدعاء كأزيل آية ربنا ياتينا في الدنيا حسن في الأخيرة حسن وقنا عذاب النار ودي آية في سورة البقر لا هذا ليس مخالف لأنه نقوله على سبيل الدعاء وليس على سبيل النوع قرآن أما الركوع لأنه نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فأما الركوع فعظمه فيه الرب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح قدوس رب الملائكة والروح وأما السجود فاكتاده في الدعاء فقمنا أن يستجابلك فقراءة القرآن في السجود مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من المخالفات ترك الدعاء في السجود ترك الدعاء في السجود مثلا لا يطرق الدعاء في السجود ده النبي قال أقرب ما يكون العبده من ربي وهو ساجد أقرب ما يكون العبده من ربي وهو ساجد فأكسره من الدعاء مثلا مساجد يمكن أن يقول سبحان ربي لو هو مع الناس في الغالب الإمام لا يطيل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويدعو وهو بر بال وحده له أن يطيل سبحانه ربي الأعلى قدوس رب الملكة والروح سجل أجل الذي خلقه الأخير الأدعية ثم بعد كده يدعو فنكتسيب ده أنت أقرب ما يكون العبد من ربي كيف تكون قريبا من الله عز وجل جدا وأن تساجد ربنا قال في آخر صلات العالم فاسجد واقترب ومع ذلك تترك الدعاء لا يجوز يا حبيبي في الله اشتهت في الدعاء لحظ الله أن تكون ساعة جل فتدعو فأك الله عز وجل بهذا الدعاء طيلة حياتك فترك الدعاء مخالفة في السجود مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من المخالفات التفريق بين القدمين في السجود تلعى السلام وساجد عزكم الله ما يضم الشكلية البعض لا تلعى ليه كده لا هذه مخالفة من مخالفة الصلاة كان النبي إذا سجد ضم قدميه بعضهما إلى بعض فدي مخالفة من المخالفات أيضا آخر مخالفة بتحصل في الصلاة افتراش الزراعي وضم الإبطاين لا الإنسان لما يجي يسجد بس سجد بدول ودول مش على الأرض لا دول مرفعين على الأرض قال النبي صلى الله لا يبسط أحدكم زراعي انبساط الكلب عزكم الله لا يبسط أحدكم زراعي انبساط الكلب انت لما يجي يسجد لا دول فوق الأرض تخليش كله كده على الأرض كده لا ده مخالفة وفي نفس الوقت فرج بين الإبطاين لا تضم الإباطين على بعضهم لا الإباطين يبقى مفتوحين يبقى عدم المخالفة افتراش الزراعين وضم الإباطين والصحيح لا تفترش الزراعين خلي بس يديك يا الأرض لكن الزراع ذات نفسه مرفوع عن الأرض وفي نفس الوقت تفرق بين الإباطين لا تضم الإباطين بعضهم طب يعني الشيخ بس أنا أحيانا أبقى بصلي في وسط الناس ما بقدرش أفتح كده واسق ما فيش مشكلة فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم على قض الإمكان فرج بين الإباطين وطبعا ولا تسجد على على الأزرع ولا تفترش الأزرع كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي كانت بعض المخالفات كده في الصلاة صلى الله لكم الهداية والتوفيق إن ولي ذلك والقاضر عليه